نمور وأسود وطيور وحيوانات أخرى تقيم في حديقة الزوراء ببغداد حيث تصارع كما كل شيء في العراق درجات الحرارة التي فاقت في بعض الأوقات نصف درجة الغليان ضعاف هذه الحيوانات نفق ومن كان يوصف بالقوي منها بقي يقاوم الطقس المتطرف في محاولة تقودها غريزة البقاء على قيد الحياة للتكيف على صيف أقل ما يوصف به إنه لهب وسط انتقادات من القائمين على إدارة الحديقة لتقاعس الجهات المعنية عن توفير بيئة مثالية لهذه الحيوانات صارت عندنا نفوقات قبل أسبوعين انطفت الكهرباء ثلاث يام متتالية على متنزه الزوراء وصارت عدة نفوقات بعدنا بالطيور وبعض الحيوانات اللي نشكي من عنده إحنا القواطع القديمة الأقفاص القديمة يحتاج لها تطوير ويحتاج لها تصاميم حديثة تتناسب يعني مع حداق الحيوان الحديثة وتتناسب مع الزخم اللي يجينا بالمناسبات خاصة إحنا حديقة الحيوانات الرسمية الوحيدة بالعراق الحديقة التي تبلغ مساحتها نحو خمسة وخمسين ألف متر مربع وتضم أكثر من تسعمائة حيوان بينها أسود ونمور ودببة وقرود وطيور وغيرها تعيش في بيئة خطيرة وتعاني من رداءة الأقفاص التي يزيد عمرها عن أربعة عقود فضلا عن تهالك أحواض سباحة الحيوانات وغياب أجهزة التبريد وغيرها من المتطلبات كما يقول مدير الحديقة هل كان الحيوان قادر يلائم نفسك كليا مع الأجواء التي نحن نوفر لا طبعا أكيد هذا سيولد سترس على الحيوان وعمره الافتراضي قطعا سيقل عن الذي هو المفروض يكون وما بين تقاعس أو إهمال بشري من ناحية وتغيرات مناخية وبئية هي من فعل الطبيعة من ناحية تانية تظل حيوانات حديقة الزوراء في العاصمة بغداد ضمن ضحايا الدرجات التي وصفتها الأمم المتحدة بالغليان وهي في انتظار حلول عجلة قبل نفوق ما تبقى منها